اوس اوس انت فنان مصرحي في المقام الاول عايز اعرف اكتر عمل انت اقدمته وحاس نعرفك اوي 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 بالجمهور على مدار مشوارك في المصرح يعني في المصرح والله بجد كل مصرحات مصرح مصرح من اول يوم خالص من اول منزلنا ده بالنسبالنا جيم ان برضو الساشرف وثق فينا شافنا في حاجات اعمال الجمهور ما شافناش فيها فكان عارف كل واحد امكانياته ايه فلما جينا لمرحلة ان احنا دلوقتي ده التلفزيون ده انا بيصور المصرحات كل المصرحات اللي عامناها في الاول اللي هي معز خاص عندي لان كان فيها تعب غير طبيعي يعني احنا عشان نستريح شوية في المشروع دوت كان لازم كل واحد يثبت نفسه ويثبت هو عند ايه برضو عند الجمهور فكانت اول مصرحيات دي كانت من اهم واصعب المصرحات علينا ما كناش بجد بالنهم احنا كنا بنعمل بروفات من الساعة مثلا واحدة دهر لحد الساعة مثلا اتناشر واحدة بالليل نروح كلنا كنا عانين في شقة واحدة نفضل شغالين من واحدة بالليل لحد تسعة الصبح كلكم في شقة واحدة؟ اه يا مش كلنا كنا يعني متأسمين خمسة اينة وخمسة اينة اه بس اصلي كنا بنتجمع بقى كلنا في شقة واحدة كلنا لحد تسعة الصبح باستاذ اشرف مسكين وراء وقلم كلنا شغالين على المصرحية كلنا فكانت المصرحات اللي في الاول دي ببداية يعني كانت من اصعب المصرحيات اللي احنا كنا شغالين فيها لانها دي كانت بداية العقد بنا وبين الجمهور اكتر مخرج عرفك بالناس طلع منك حاجة مختلفة سياك بقى من الوقت بتاع المصرحيات يعني دلوقتي بقى انت قدمت السينما وقدمت دراما وعملت حاجات كتير مين اكتر مخرج حاسنه انه طلع من قسقس مناطق ما كانتش محدش اكتشافها قبل هقولك والله كل مخرج اشتغلت معاه بجد دبلوماسي جدا لا هقولك ليه يعني مش هقول كلام تلفزيون يعني مثلا استيس محمد مصطفى المخرج العظيم طبعا نشتغل لنا معاه اتنين في الصندوق اتنين في الصندوق كنت انا وحمد المرغاني عاملين اللي هو الاتنين عمال النظافة والسلسة ده على فكرة انا عجبني جدا انا بقولك انا بحبه جدا وكانت عامل في وقت صعب وكنت انتو الاتنين دايما زي ما انتو بتقربوا قوي قوي للشارع هي دي فكنا عاملين اتنين الاخوات اللي على طول في ظهر بعض اللي عندهم مشاكل عطفية مشاكل مادية مشاكل في كل حاجة بس بالرغم كل المشاكل دي هم اخوات ايد واحدة اول ما الدنيا تغيرت من القمامة الى الزعامة واللي احنا اتشفنا ان ابونا غني مش ابونا الغالبان لأ فمن هنا بدأ فيه صراع ما بين الاخوات لما دخلت السلطة والفلوس في حياتهم الحاجات دي تمثيل والناس كانت غريبا تشوفنا احنا بنعمل حاجات دي برضو جديدة عليهم جديدة علينا بس وصول محمد مصطفى وطبعا الناس كلها وقفت معانا ان احنا نقدر نطلع الحتة دي من جوانا ونوريها للناس فاعتقد في رأي الشخص اللي احنا الحمد لله قدرنا نوصلها للناس واتفاجئت جدا ساعتها برضوها فالناس في الشارع من كل عمال النظافة حسوا ان احنا قلنا حاجة على لسانهم على لسانهم فكت سعيد جدا والطبقة دي كمان للأسف ان هي مهمشة في الدراما يعني قليل قوي طبعا الافلام اللي اتعملت وهي دي غالبية يعني وايه مظلومين من كل الطبقات صح يعني من كل الطبقات بتظلم الطبقة ليه صح ما بني آدم في النهاية زي وزيك عادي جدا وما بيسرقش ومن غيره تتدمر يعني تعالى شيل الناس دي من الدنيا انسى هتموت مستحيل فكان عندنا القضية دي كانت حلوة قوي في المسلسل بحبها جدا واستس محا مصطفى فرق معنا في الحتة دي